اتصل عميل بسائق أوبر وطلب منه أن يحضر إليه بمنطقة المرج فدخل بسيارته ووقف أمام بيت العميل الذي نزل وفتح الباب الخلفي وأدخل طفلا صغيرا ثم جلس هو بجانب السائق وقال له مستشفى 57-53-57 وظل السائق والعميل يتحدثان حتى وصل المستشفى فقال السائق هذه الرحلة هدية مني لك رفض العميل وعرف أن المبلغ المطلوب هو 70 جنيها فأخرج مئتي جنيه وأعطاها للسائق ليعطيه الباقي فاعتذر السائق لعدم وجود نقود تكفي معه ثم قال له عندما تريد العودة لبيتك اتصل بي لأعيدك وعندها آخذ مالي أصر العميل على إعطاء السائق حقه وذهب ليقوم بفك المئتي جنيه ولكنه لم يجد ثم أشار له سائق تكسي وأخبره أن معه صرافة فأعطاه المئتي جنيه وما هي إلا لحظة حتى أسرع سائق التكسي وأخذ المبلغ وهرب شاهد السائق ما حدث وظل في حزن يشاهد صدمة العميل الذي جلس يبكي ويحدث ربه قائلا فراجك يا الله لم يعد لي طاقة لتحمل أكثر مما أنا فيه نزل السائق يطيب خاطرة فقال له العميل هذا آخر مبلغ معي أردت أن أدفع المواصلات وأشتري لعبة لابني حتى ينسى ما هو فيه من ألم في هذه اللحظة نزل شاب من سيارة فاخرة كان يراقب الموقف وذهب للرجل ووضع في جيبه مبلغا من المال ثم أسرع بسيارته ولم يقل كلمة عد العميل المبلغ فوجده 2500 جنيه فأخذ يبكي ويقول لي أربعة أشهر لم أدفع إيجار شقة وهو ألفا جنيه وصاحب البيت كل شهر يطلبه ولا يقدر حالة ابني واليوم وأنا أصل الفجر دعوت الله أن يرزقني بمبلغ الإيجار فسبحان الله جعل المئتي جنيه تحلو في عين سائق التكسي كيأخذها ويأتي آخر ويعطيني الإيجار وزيادة سبحانك يا أرحم الراحمين ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون